ماروك أخبار يومية السلام عليكم ورحمة الله والأمطار التي تشهدها المدينة وتجدر الإشارة إلى أن المديري العام للأرصاد الجوية أفادت بأن أمطار قوية أحياناً نرعدية من 40 إلى 120 مم وتساقطة تلجية من 30 إلى 70 سنتيمتر وهبات رياح قوية نسبياً من 50 إلى 70 كم في الساعة مرتقباء اليوم الأربعة إلى الجمعة بعدد من مناطق المملكة وأوضحت المديري في نشرة إندارية من مستوى يقضة أحمر أنه من المرتقباء نزول أمطار قوية أحياناً نرعدية من 80 إلى 120 مم بكل من طنجة أصيلة والفحص أنجرة وتطوان والعرائش ووزان والمضيق ألف نيدق وشفشاون وذلك من الساعة العاشرة من صباح الأربعة إلى غاية منتصف نهار الخميس هذه الشاشة العملاقة كانوا ينتظرهم السكان المدينة المحمدية تقريباً موند البداية دي المونديال يعني يا الله تحت الفرصة السكان المدينة المحمدية والمجلس البلادي استاجب السكان المدينة المحمدية ولكن قدروا الله ما شاء أفعل أقدار دي هذه الأمطار هذه الغازيرة يمكن قدر تحرم الجماهر دي المدينة المحمدية لأنهم لا يشاهدوش المقابلة على الشاشات العملاقة ولكن يتمنوا أن الطقس يكون معتادل في المساء باش يقدروا الجماهر أنهم يحضروا هنا ويتفرجوا في المقابلة عبر الشاشات العملاقة ونشوفوا عرص كبير هنا في هذه الساحة الكبيرة دي المولاي الحسن ونفرحوا أكيد جميعا كيفما كان نشوفوا الفرحة الكبيرة ديل هات الجماهر من بعد المقابلة بغينا نشوف الفرحة كذلك قبل البداية دي المقابلة ونشبنا ونشوفوا أن الجماهر أن يكون نشاط ونشوفوا الفرجة وأكيد غيكون ترفيه نتمنوا الجو أن يكون مناسب باش أكيد نشوفوا ترفيه ما قابل الانطلاق المقابلة ولكم الصورة